وتحياتي لجمهوري الحبيب يا ولد شسالفة شبالاش تضحكين عجيب ضحكتي بلا يسنون يا أنا قاعد نكتة أنا ولا شكلي غلط لا عفوا ولا تتفهمني بذاك الرأي لا لا بالعكس شكلك يهدل يعني مثل ما يقولون هالأيام نيو لك نيو لك يا أبو عذاب بالعكس نحن وكل حبيبنا سعيدين بوجودك وأنا أسعد أنا أسعد يوم في حياتي أني أراج حلو أراج عشان السادة المشاهدين يفهمون أني أراج تضحكين لأن البتي ما منه فود وإذا فاد الفود ما ينفع الصوت كلام جميل يا أبو عذاب ونشكرك على المجاملة هذه الحلوة شعرنا أبو عذاب شو رأيك بالشعرة يعني للآن يعني تشوفهم في كل مكان يعني ماليين السوق مثل يعني تشوف مثل البيض تشوف عند فيه المحل هذا وهذا 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 يعني كثرة الشعرة في هالوقت هذا ما أعرفهم ولا أعرفهم أنا رجال ما أسمع لقصائدي نملة نملة تخافين من النملة لا شايفة الله ش بتسوين يا الله استاذ أبو عذاب شو آخر مشاريعك أنا حاليا مشغول بمشروع جديد طيب وشو هالمشروع الجديد علشان نكون إحنا أول محطة نذيع لك هالخبر هال نكون سباقين في فضل فكرت لي بمشروع هه خفيف يربح شوي يعني فكرت أفتح لي مصبغة بشارع الرقة بس أنا أخوي عامر بس لحين الترخيص ما طلع للحي لا 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 أنا يعني أقصد مشروع شعري أدبي آه قصدت مشروع مو مشروع تجاري مشروع شعري إيه شعري هي قاعدة أحاول أن أجمع شعري كلها وأكتبها في ديوان سميتها خرابيت شعر خرابيت شعر